استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحاً مقدماً من شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاصها المعادن منها وفصلها وذلك في ظل التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة الحالية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي شركة تيدا نيابة عن شركة تيان اي المسؤولة عن المشروع أعرب مدبولي عن أمله أن يسهم هذا المقترح في تقيق عوائد ذات جدوى اقتصادية كما وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي الشركة لبحث تفاصيل المشروع المقترح وشرح تفاصيل التقنية المستخدمة